السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية جماعة هلأ حنناقش المشكلة رقم 26 من ضمن سلسلة الخوارزميات وحل المشاكل algorithms and problem solving بسم الله نبدأ هلأ البرنامج المطلوب مني اللي هو write a program to print numbers from 1 to n يعني البرنامج بحكي لك انه دخل خلي اليوزر يدخل رقم اللي هو n تمام والبرنامج تبعك لازم يطبع الارقام من 1 للرقم اللي يدخلو اليوزر على سبيل المثال اليوزر دخل 10 البرنامج بيطبعلي من 1 للعشرة اليوزر دخل 100 بيطبعلي من 1 ل 100 اليوزر دخل 2 بيطبعلي من 1 ل 2 فهذا بهذا الالغرثم تبعت اليوم رح نتطرق لمفهوم اللوبس اللي هي اللوبس حلقات التكرار تمام لان اذا دخل 10 بدي اكرر لحد بيطبعلي 10 ارقام خلينا نشوف كيف طريق تحله تمام طيب هاي الخوارزمية الخوارزمية كثير سهلة اللي هي الالغرثم تبعت اني اطبع من 1 ل 10 كثير الموضوع سهل بس استوعبوا معي وراح تفهموها تمام اول اشي بعمل start بعدين بقرأ الرقم n من اليوزر فدخل لي رقم n بعدين بحط اشي اسمه كاونتر تمام ممكن تسميه x y w z هذا انا variable سميته كاونتر لاني انا بدي اعد تمام وحطيت في الكاونتر صفر هلا حنفهم لنا ليش حطيت صفر هون بعدين اجيت هون وحكيت الكاونتر تساوي الكاونتر زائد 1 يعني هاية العملية بتزيد للعداد 1 تمام بعدين طبعت الكاونتر على الشاشة بعدين اجيت هون شياكة هل الكاونتر وصل n اللي دخلها اليوزر ولا لا اذا ما وصلها برجع اذا كان جاوبناه برجع بزيد الكاونتر واحد وبرجع بطبعه وبشيك هل وصل الكاونتر للرقم اللي دخلوا اليوزر n ولا لا اذا لا بظلوا بحلقة تكرار شايفينها هاي بسموها loop loop حلقة تكرار فاذا اليوزر دخل 100 هنا رح اكرر هاي 100 مرة رايح جاي رايح جاي رايح جاي بزيد بزيد لما يوصل 10 اوكي العشرة بتساوي العشرة بكون جوابها ياس بنهي البرنامج خلينا نعمل trace لهذا البرنامج مع بعض تمام trace يعني انه نحب data فيه ونشوف شو بصير في ال n وشو بصير في الكاونتر وشو بصير بالشاشة فعشان هيك بنفرض انه هلا اليوزر دخل بال 10 على الشاشة لما طلبنا منه يدخل in دخل 10 فان هلا شو فيها فيها 10 بدنا نعمل trace trace بكون كالتالي ايش الاشياء اللي بداي راقبها انا بالبرنامج وانا ماشي فيه بداي راقب الكاونتر ايش بصير فيه والسكرين ايش بنطبع عليها تمام فالكاونتر في بداية البرنامج احنا هاي نبلشنا start read in قرأنا 10 خزننا 10 في ال in تمام الكاونتر والسكرين ما صارش عليهم ايش لسه ماشينا خطوة الكاونتر تساوي صفر على السريع باجي بحط انه الكاونتر تساوي صفر والشاشة ما صارش فيها ايش بهاي الخطوة اثرت على الكاونتر بس ما اثرت على الشاشة فبالتالي كاونتر صفر والشاشة مافيها اشي بعدين الخطوة اللي بعدها الكاونتر تساوي كاونتر زائد واحد صح ط destroying كاونتر كم قيمتها هي، نحنا نحن عم نتبع لأنه فصفر زائد واحد كمية جماعة واحد بتخزن واحد وين بالكاونتر, فالكاونتر شو صار فيه بالخطوة هاي اتعدلت قيمته من صفر لواحد لانه تدنا واحد صح تمام هلا اجينا على الخطوة اللي بعديها تمام عملنا برينت للكاونتر فراح يروح يشوف شو الكاونتر كان فيه اخر شي واحد شوف رح يطبع لي على الشاشة هنا رح يطبع لي واحد تمام بعدين ان يجي هنا وصلنا احنا هنا في التريسنج تبعنا التريس يعني تتبع احنا عم نتبع البرنامج هلا بنسأل حال هل الكاونتر بتساوي ان طب انا من وين ديجي بقيمة الكاونتر من وين ديجي بقيمة ان الكاونتر هي قيمته هنا اخر قيمة هي واحد هل الواحد بتساوي الان اللي هي هل الواحد بتساوي العشرة اكيد لا فالجواب نو فراح نرجع على وين على هنا شو رح يصير عندي الكاونتر تساوي كاونتر زائد واحد ايش اخر قيمة الكاونتر عندي اللي هي واحد واحد زائد واحد يا جماعة كم 2 فرح يتخزن عندي في الكاونتر هنا رقم 2 صح بعد ما يتخزن عندي رقم 2 باجي هنا بعمل print لإيش للكاونتر الكاونتر شو فيه قيمة 2 فرح يطبع لي إيش على الشاشة 2 باجي هون بقارن هل 2 تساوي العشرة لا فبالتالي برجع بزيدها 1 فلما بزيدها 1 بتصير 3 صح باجي هون بطبع الكاونتر اللي هي كم قيمتها آخر قيمة زي متو شايفين بالتريسينج لدينا هون 3 تمام هل 3 بتساوي العشرة لا بنرجحهم بنزيد 1 بتصير 4 باجي بطبع آخر قيمة الكاونتر اللي هي 4 تمام برجع بسأل هل 4 تساوي العشرة لا تمام بروح بزيدها 1 بتصير 5 بطبع الخمسة برجع بسأل هل هي تساوي 10 لا بتصير 6 6 بطبع 6 وكذلك الامر بظلني ماشي في هذه اللوب حلقة اسمها حلقة حلقة تكرار بظلني ماشي في هذه اللوب إلى أن أصل إلى رقم 10 خلينا نشوف رقم 10 هنا زدنا الكاونتر صار الكاونتر من 9 صار 10 وخزننا في 10 يجينا طبعنا الكاونتر والله عشرة أموره تمام هل العشرة بتساوي العشرة أو والله بتساوي العشرة إذن ما بكمل حلقة التكرار بروح على ال part اللي هو اليس بنهي البرنامج تبعي تمام فهيك هي اللوب سيبتشتغل حلقة التكرار بظلني رايح جاي رايح جاي لما يتحقق الشرط تبعي عشان هيك إذا بتغلط بالشرط تبع اللوب ممكن تدخل بإشي اسمه infinite loop لوب لا نهائية عمرها حياتها ما رح تتحقق فرح يظلوا يطبع 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 البرنامج لحد ما تطفي البرنامج انت تمام فهذه هي اللوب بكل بساطة هذا خوارزمية اليوم كثير مهمة والبرمجة بتنبني عليها يعني كثير شغلات رح نعملها في اللوبس فاتدربوا عليها لحالكم اعملوا اللوبس يعني انت فهمت الموضوع حلق خلاص سكى كل شي فتح ورقة وقلم واتدرب على هاي الخوارزمية واعمل هذه اللوب تمام ويعطيكم الف عافية جماعة ونلقاكم في المشكلة القادمة ان شاء الله شكرا كثير لكم للمتابعة واذا استفدتم من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان سيوصلكم كل شي جديد ولطفا وليس امرا ادعمونا بلايك وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم عشان تعمل فائدة للجميع واخيرا وليس اخرا لا تنسونا من دعواتكم وادعو لوالدي بالرحمة شكرا كثير لكم ونلقاكم في المرة القادمة شكرا